كلنا كلنا مرينا بكل الظروف دي وكل اللي متجاوز او بشكل عام مش لازم جواز بيعدي بعلاقات ان هو ساعات ممكن يتغلط فيك يتقل جملة في عصبية يتقل جملة انا بشوف ناس كتيرا بتمدي ايديها اما انت تمدي ايدك انت ضيعت حقك ضيعت حقك ان ملاهاش ردة صح ملاهاش ردة بالذات الراجل لما بيتهور ويمد انت ضيعت كل حقك حتى قدام اي حد بالذات برضو لما الراجل يكون غلطان يعني هي افاشتك مثلا لا اسمها لي بيعلى عليها اه فا اه تمام كده خلينا بس عشان ايه يعني نقول برضو للست المفاتيح اللي انا دلوقتي اه دخلت عليه ولقيته بيعمل شايحنا واحد انا رجالة هتكراني اه تممكن حد يكراني في الاعدلين لا عايزين يعني نقول لهم ايه بس انا بوجهة نظر انا بتكلم بوجهة نظر فير انا فير جدا والله حتى معناه صحابي في المشاكل دايما يتقلي ان انت فير عشان كده لازم الواحد يبقى واخد الشخصية الوسطية لو حتى بين الناس مش قصة ان انا واحد صاحبي او راجل هدفق عنه يعني قول ذا طايم في طول الوقت لا مش هعمل كده فانا احنا النهاردة بنعمل كده على فكرة بنفك ايه بنفك الاشتباك الاشتباك ده لازم نفك يعني انا دلوقتي قاعد باعمل رسالة على الموبايل فانت عارف بعض الزمالي الشغلة بيكون بينا وبين بعض ايه كلام وهزار وهزار سعيه ممكن يبقى دحكة وممكن الموضوع ايه ممكن الموضوع يعني يبقى فيه دباديب وممكن يبقى فيه قلوب انا مش بتكلم عن بكلم عن فيه رجالة كتير بتعمل كده ودخلت عليه الزمالي الجالة بتعمل كده بس يبقى ده الميبعت البحمرين بعت البابيان ده يعني قصدك اللي بيبعت البابيان درج اللي لا هو رجل البابيان يعني شوه نورحك طب لو قالب سود لا لا قالب سود لا طيب هو دلوقتي بعت الراجل بعت قلوب ودخلت عليه شافة المنظر ده قدامه الديني نصيحة كده للست اللي ممكن تشوف افاشته اول مر او تاني مرة او تالت مرة او حتى عاشر مرة اول مرة هي هتشوف حاجة زي دي تعادي تسكب ولا لا استحالها تقفش بقى ولا ست ست برضو وتقوم داخلها وعمل اشتباك حسب هي برضو حسب عقلية ست برضو بس اي ست في الدنيا عمرها ما هتشوف حاجة لجزها بالذات او شرك او شرك يعني اه شرك حياتها شرك حياتها استحالة اه ولو بالذات بتحب استحالة الستة لو بتحب درجة حبها هي اللي هتخليها تاخد الموقف يعني هي لو بتحب قوي هتنهش يعني مش هتسكله ايه بالزبط ما هو ده بالحب لكن لو واحد ما طيب احنا بنفهم ده ما هو برضا خلينا بقى ما هو رجالة سعدت لا احنا احنا لبا بتقفش بقى بنحاول ايه نحور نحور نكتب نيه والله ده انا ده صاحبي والله ودي مش عارب كاتبي هو ولا لا 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 بس هو في حاجة وليه انا رد يعني يعترف طيب نعترف يعني اللي اعترف هيبقى ساعات الاعترف مش في كل موقف اقول لها مش خطي مسلا لا ايو 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 اتهكر الموبايل بتاعي تهكر لا والله اسلم حل في الموقف ده ان اعترف بس هو لو فعلا غلط يعني مش خصة ان انت بتتكلم عادي طبعا هتقول لك تفتح وريني بقى اشيات كده من اقول لا خلاص اقول لا لا انا عنافسي لا دي خصيات اه لا بس هو طبعا لا هو فيه الجلس عم بتسيب الموبايلات وبالباسورد والكلام ده بس انا بتكلم في النورمال الطبيعي ان انت ليك حياة وهي ليها حياة حتى لو انتوا عايشين مع بعض كل واحد ليه بتاعه او الحتة بتاعته كده يعني الجزئية بتاعته طبعا باحترام واحترام وادب طبعا ما هو مش لازم ما هو سواء للرجل او للست ما طبعا عشان خلينا ايه خلينا متفقين لا لا هو للطرفين كده كده بس انا بتكلم لو ست شافت حاجة وبذات اول مرة مش هتسكت يعني دي عن تجارب كتيرة قدامي ممكن بعد كده توصل الست للمرحلة ان هي تكون عاوزة تعيش في سلام لو لقيت حتى مبايي الجزئة مفتوح مش هتبص فيه هتقفله وتقول ما فيش ستة هتعمل كده لا فيه ستات بتعمل كده والله يا ابراهيم ان فيه ستات بتعمل كده وعن تجربة شخصية طيب ان فيه ستات لابدل اصلية عارفة ان الموضوع ده كبير وهي مش عاوزة او عدت بموقف شبيفة كان صعب جدا فانت هي مش عاوزة تحط في الكيس دي اصلا تاني هي عاوزة تكون تمام مش عاوزة اشوف مش عاوزة شوف حاجة هي قصة ان هي تخش مش عاوزة تشوف حاجة وعشة تخليها توصل تعلى مش هشوف لما هتشوف بعنيها غير لما هتسمع او تشك بس في اللحظة دي حتى لو حد بلغ حتى لو حد بلغها بحاجة ان جوزك مثلا بيتكلم او شي كده ممكن ما تصدقش وتعد الموقف لو هي شافت ده يعنيها ده موقف صعب صعب قوي بالنسبة للست المشكلة في حاجة الخيانة واحشة اه طبعا هو انا دايما اسمي الخيانة هي اعظم العلاقات لما تبقى كويسة جدا بين اتنين واعترفهم الاتنين بحبهم لبعض واعترفوا بكل حاجة حلوة مع بعض وعاشوا مدة مع بعض وكلوا مع بعض وشربوا مع بعض وعملوا كل ده مع بعض وفي الاخر يحصل بينهم بتبقى في صدمة والصدمات دي بتبقى كتير والخيانات كتير كتير كترت جدا الفترة دي اه بس انا اقول بس عشان انهي الحتة دي وبعد كده ندخل بقى في حتة الخيانة لان هي حتة مهمة برضو الست لو لو افشت وسكتت غير لما بتتكلم ايهما افضل لما تسكت وتخزن بقى وبعد كده تبدأ بقى ترقبه اكتر وتجيب بقى اكتر معلومات عن الشخص اللي كان بيكلمه ولا تطلع على طول المعلومة وتقول له بص انا عشان نخلص من الموضوع ده ونقفل عليه يعني في ستة هتعمل كده ودي اكسر دهاء ودي اكسر هتقعد تلم معلومات بص احنا هنتحك على ما تقول لنا احنا مش هم اما الستات كده كده مش هتسكت مش هتسكت حسب درجة الخيانة هو منذ الخيانة ايه فاني هفشت في الخيانة ايوا اولا هي كم مرة تقفش ثانيا او تقفشت على فكرة ما هبقص على فكرة الخيانة مزدوجة يعني الخيانة وربنا بيحسب ده زي ما بيحسب ده وهي الخيانة درجات برضو انت انت الخيانة برضو يعني درجات انت كان فين خيانة ايه كلام ولا بصة احسا بالنسبة للستات انت لو بصيت لقعدة كده انت كده بتخن طبعا والله فيه استات كده فعلا ما تبصش اصلا ما فيش ما نوع انت بتاعي ايوا انت ليا انت بتاعي وكده مش هنفعش ففيه استات خطر جدا في التعامل وبتوصل لمراحل صعبة جدا ساحنا بتتكلم على الشخصية النورمال يعني لو واحدة عقلة ممكن تتكلم وتدي هنت لو موضوع بسيط ان انا ما بحبش كده ولو سمحت حتى لو فيه شدة وخنائة يعني بص الخنائة دي حاجة طبقية في اي بيت ودي حاجة صحية اصلا طبعا يعني لو ما فيش خنائة الراجل لازم يقلق انت تقلق لو حسيت ان فيه موقف اتعرف وكده ما فيش كلام فيه لا اقلق وخاف خاف اخد بعضك ان الموضوع هيبقى مهم ايوا الموضوع صعب هو احسن فعلا وبين الراجل والست بشكل عام مش موضوع عشان خيانة او حاجة اي مشكلة الافضل انها تتحل في وقتها او يتفتح الموضوع زي ما يكون عندك دم اللي ما تستناش ان هو يكبر حلو عشان تضغط وتفرقع لأ انت الاحسن حاجة تعملها اي مشكلة حلها في وقتها حتى لو هي داخل على اخناقها صح لو هي اصي فيه ستات ساعت بتخاف من المواجهة انها تكبر يعني بتبقى عاوزة تدي احط موضوع ليه احط يعني ماسكتش وماسيبش الموضوع كده وبتخاف ان هو يكبر منها فيه حتة بالمناسبة دي انا دلوقتي حصل بيني وبين جوزي مثلا مشكلة او انا وبعدين وانا قاعد معاك كده يا سامح فقمت جاي جاي بالسكرين شوت اللي بيني وبين شركتي واعدت ابعت لك وابعت لك الفويسات اللي بيني وبينها وابعت لك وابعت لك وتبعت لي وابعت لك وتبعت لك وتبعت لي ان انا انقل الفويسات واخد سكرين شوت وابعت الموضوع ده يعني انا خيانة وهو ده خيانة حتى للعيش حتى لو انا يعني بافضح شريكي حتى لو قلت وانصح انا شايف ان دي ما اضيف ضيحة حتى لو انت مفيش امل في علاقة ان هي تبقى موجودة او مش موجودة انت كده دي اسمع خيانة خيانة من نفسك اصلا انت واحد عاشت معايا وكلت معايا وشربت معايا وكل حاجة معايا مشكل يعني انت لو شركين او متجاوزين حتى لو مشاكل الدنيا بيننا وبين بعض فكرة نقل او فطح ستر او فطح اسرار بيننا حتى يعني الحياة مستمرة احنا نكملين مع بعض وكلنا بنقع في الوش بعض تاني حتى لو في مشاكل بيننا يعني وارد انا في ناس كتيرة يبقى خلاص فيها مشاكل بينهم وبعدنا عن بعض او الحياة ودت كل واحد في حتة انت وارد جدا ان نقع في وش بعض تاني نسيب بصمات وحشة لبعض بمناسبة الحتة دي واحنا بنتخانق مع بعض في رجالة وستات بيقولوا كلام في وسط الخناءة لو تقال لحد ممكن نقوم الجملة واذا خاصم فجر فجر يعني وانت بتتخانق خد بالك ان فيه كلام هيطلع واحنا الوششة هتتلاقى تاني ايوه وهيزبط والكلام هيزبط فاخدوا بالكم من الخناءات ديت وانت بتتكلم خد بالك من كل كلمة وبالذات الرجالة متعلقش متقولش كلمة ايوه متكبرش موضوع ممكن يظهر وممكن تقول كلمة تجرح بها اونسة اللي قدامك والله العظيم وعمرها اقسم بالله سامح انا فيه ناس بتيجي تقول ان جوزي قال لي سنة 2013 قال لي 2014 كلمة تخيل مثلا انا فيه حد يقول لي مثلا يقول لي ايه قال لي انت بص نفسك في المراية او تخيل والله يا هيمة والله ان فيه ناس هيمة هيمة حلوه والله يا هيمة ايوه لا فيه ستات الستات بشكل عامة بتنساش اي لقطة وحشة ودايما بتفضل متخزنة عندها في اللوعي بس بتجنة في الوعي لا طلعت في الوعي يعني فيه ساعات مشاكل قديمة او مشاكل بتحصل مستحدثة بتفتح مواقف قديمة كانت مقفولة من سنين واحنا كرجالة بنتفاجئ بس تخزنة على فكرة دي مني سكة الرجالة يعني سكة الرجالة دايما ما بنحبش نفتح الحاجات القديمة حتى في الخصام يعني بشكل عام انا بتكلم فيه ناس طبعا غير كده بس انا بتكلم فيه المطلق او الاكتر ستات هي اللي دايما بتخزن مواقف صعبة جدا مرض بيها حتى لو الراجل غلطان بس ما بتنساش احنا الحياة بتمشي والدنيا بتمشي وساعات بيعني مش كل المواقف دايما بتبقى بين الراجل والست وحشة او بين العلاقات يعني مش كل المواقف وحشة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة